مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة طق الصيفي عادي درجة الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ليالي لطيفي وأيضا أجواء مستقرة ومشمسة مشاهدينا فاصل ونواصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقلية مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة وبالتالي تسود أجواء تقريبا ما بين صيفية معتدلة إلى صيفية عادية وبتكون درجات الحرارة حول معدلاتها أو أقل من المعدل بقليل يعني تقريبا حول المعدل بشكل عام وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة إلى معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غدين الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء صيفية عادية درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى المتوقعة في عمان 31-32 والصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية الثلاثة والأربعاء أيضا أجواء صيفية معتدلة إلى صيفية عادية الحرارة العظمى يومي الثلاثة والأربعاء ما بين 29 إلى 30 والصغرى ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية أيضا قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية إربط 33-22 عجلون 32-20 جرش 34-22 المفرق 34-21 ارتفاع قليل على درجات الحرارة المناطق الوسطى أجواء صيفية عادية الصلط 31-21 مأدبة 32-22 وعمان 31-21 الزرقى 34-22 والبحر الميت أجواء حارة 39 إلى 29 درجة مئوية المناطق الجنوبية المرتفعات الجنوبية أجواء صيفية عادية الكرك 31-21 الطفيلة 29-20 الشوبك 27-18 معان 31-21 وخليج العقبة أجواء حارة 40 إلى 29 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة الأزرق 38-23 الصفاوي 38-23 وكذلك الرويش 38 إلى 23 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ولكم أجمل تحية مني ومن طقص العرب شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر